بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من صديق تحليلي على قناتكم قناة النادي الأهلي النهاردة حيكون لقاء الأهلي أمام امدي في الجولة التاسع والعشرين من الدوري العام الممتاز لقرة القدم وعودة للمسابقات المحلية مرة أخرى يمكن آخر مرة النادي الأهلي لعب في الدوري كان من ستة وتلاتين يوم أيوة من ستة وتلاتين يوم لو نرجع مع بعض كده شوية هنلاقي أن آخر ماتش للنادي الأهلي كان في الدوري قدام سموحة يوم 17 أبريل وانتهى بفوز النادي الأهلي 2-0 الشهر ده بقى أو الشهر والستة ايام نادي الأهلي أو حصل إيه للنادي الأهلي فيه نادي الأهلي صعد لدور التمانية في دوري أبطال أفريقيا لعب مبارتين ذهاب وعودة قدام شقيقه الرجاء المغربي كسبنا هنا 2-0 واتعدلنا 0-0 في المغرب بعد الفوز على الرجاء ساعدنا لنصف النهاية بتاع البطولة أمام الترجي بس في الوسط كمان لعبنا السوبر المحلي المصري قدام بيراميدز لو حضرتكو فاكرين قدام بيراميدز اللي كان فيه فريق انسحب قدام النادي الأهلي ولعب بيراميدز بداله والماتش كان في الإمارات والنادي الأهلي كسب بيراميدز وخد كس البطولة ورجع تاني للمسابقات الأفريقية مرة تانية لو فاكرين حضراتكم مواجهتين وربعة الترجي التونسي في نصف النهاية النادي الأهلي فاز زهاب بسلسية وفي العودة هنا في القاهرة فاز بهدف نظيف ووصل لانهاء البطولة للمرة الرابعة على التوالي والستسة في آخر سبع سنين والستاشر في تاريخ البطولة للنادي الأهلي طبعا شكرا